الله الصمد من أدرك قل هو الله أحد فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله حملته نفسه على قصد الله وحده فالله هو الصمد والصمد هو الذي يصمد إليه ويقصد فتعرض عليه الحوائج ويسأل وقضاء حوائج العباد وإن عظمت لا ينقص من ملك الله شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين